اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزرعاء اكد ان اصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الاسكانية والدليل المنظم لها يأتي مواكبة للمتغيرات العمرانية المتسارعة ورغبة المنتفعين في التوسع والاستفادة الامثل من مساحات البناء منوها بالحرص على استمرارية الشراكة ما بين الجهات المعنية لتطوير منظومة التشريعات والانظمة والقوانين بما يعزز تحقيق الاهداف التنموية المنشودة واشار سعادته الى انه تم اعداد وتنظيم هذه الاشتراطات بالتنسيق ما بين وزارة الاسكان والتخطيط العمراني ووزارة شؤون البلدية والزراعة ممثلة في رؤساء اقسام تراخص البناء بامانة العاصمة والبلديات الثلاث وبالمشاركة مع المجالس البلدية في المحافظات الاربع حيث تم الاخذ برأي المختصين الى جانب مقترحات المجالس البلدية مع مراعاة عملية التنمية والتطوير العمراني واوضح وزير شؤون البلدية والزراعة بانه تم اعادة دراسة الاشتراطات التنظيمية الواردة في القرار رقم 76 لسنة 2018 وقد تم اعتماد الاشتراطات الجديدة للوحدات السكنية والقسائم والعمارات الخاضعة لوزارة الاسكان ما يسهم في تسهيل الحصول على تراخص البناء بما يتوافق مع تطلعات المواطنين جهود مستمرة في تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل اجراءاتها وتحديث الياتها في كافة القطاعات امتدت الى تطوير المنظومة التشريعية لخدمة كافة المجالات التنموية وفق منهجية مؤسسية قانونية تشكل قيمة مضافة للمساهمة في تطوير الاداء التشريعي والارتقاء بجودة المخرجات والمنجزات الوطنية بما فيه خير وصالح الوطني والمواطنين ومن هذه الجهود التي تبدلها حكومة مملكة البحرين هي موكبة المتغيرات العمرانية المتسارعة وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الاسكان والتخطيط العمراني ممثلة في رؤساء اقسام ترخيص البناء بامانة العاصمة والبلديات الثلاث وبمشاركة مع المجالس البلدية في المحافظات الاربع اصدرت الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الاسكانية والدليل المنظم لها اثر بحوث ودراسات وتقارير مختصة شكلت قيمة مضافة ترتقي بالقطاع الاسكاني في مملكة البحرين ومن خلال اعتماد الاشتراطات الجديدة للوحدات الاسكانية والقسائم والعمارات الخاضعة لوزارة الاسكان وبالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة كجهة معنية بالترخيص تستمر مملكة البحرين في تطوير مشاريعها الاسكانية وما اصدار الاشتراطات التنظيمية الا اثبات على ان العمل التكاملي البناء بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالقطاع الاسكاني سيسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وفق افضل الممارسات العالمية